بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هنشوف بقى مع بعض شيء متقدم في الاف ستاتمنت لعملية ستاتمنت او مالتبل ستاتمنت في شرط واحد على سبيل المثال انا عند المتغير اي في مية ومتغير بي في ميتين فبالتالي انا بقول اف ستاتمنت ان الاي بيساوي يساوي مية ممكن اساوي كمان النوع بالشكل ده فبالتالي لما اجي اقول ااكو بالشكل ده هقول له از هندرد على سبيل المثال فاعمل حفظ حيديني هنا از هندرد فبالتالي لما اجي هنا عايز كمان اتحقق من شرطية تانية على متغير تاني ممكن اقول له ult بالشكل ده ان بي يساوي يساوي ميتين على سبيل المثال هيجي هنا يقول طيب عندي كمان تعليمة تانية انا بقوله بقوله بشكل ده فبالتالي بعمل ريفرش بديني نفس الشرط فبالتالي هنا انا عملت عمليتين اول عملية لان فعلا اي بتساوي تساوي مية وبي بتساوي تساوي متين لكن هنا العامل الزيادة كان بيطابق الحالة اللي هي الانتجر بينما ان بي لا يطابق الحالة لكنه يطابق القيمة فقط او يماتش القيمة فقط فبالتالي انا حطيت double and او and طيب عندي حاجة تانية او اقول له او اف ان الهندرد مزبوطة مع الاي في النوع وفي القيمة or بالشكل ده سواء كان طبعا or capital او small او and capital او small على فكرة يعني ان فيش اي مشكلة فلو قلت له or small or capital بالشكل ده حييجي هنا برضو يطبع لي is hundred طيب لو جيت هنا قلت ان دي الف فحييجي برضو يطبع لي نفس الشرط لان موجود عندي ان البي بتساوي متين لكن لو جيت هنا قلت المتين بقت الفين مش هيتبع لي اي حاجة ليه لانه لا ينفذ الشرط ده ولا ينفذ الشرط ده وهنا برضو ممكن اتعامل باسلوب بالشكل ده دي كانها يعني انا ممكن هنا اقول and or خلينا اقول and or double and وهنا or or double vertical دي تلات حالات عندي اهو ممكن تستخدم الحالة لتعجبك فيه فبالتالي انا بعمل multiple condition عشان يديني ال condition بتاعي في النهاية فهنا عندي ايه double vertical bar يعني or وممكن اقول له or 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 فبالتالي double vertical bar هيقول لي ان ال a بيساوي يساوي مية or ان ال b تساوي تساوي متين او 200 100 فهاجي اقول لي از هندرد وممكن اقول له از فبالتالي لو جيت هنا قلت المتين دي بقت الفين هستيل ينفذ معايا الشرط لان لسه ال a بيساوي يساوي المية فبالتالي لو جيت هنا قلت طيب ال a دي الف فهاجي اعمل مش هينفذ لحاجة وممكن احط else في النهاية اقول له ايكو وهاجي هنا اقول از اا او اقول not او incorrect او كي فبالتالي اعمل refresh هيكون ده الشكل معايا وطبعا ممكن نيجي هنا ونطبق على باقي الجزئية بتاعة او الايكو ايه يساوي يساوي 200 او ان ال b يساوي 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 ال 200 هايديني question mark هاقول له correct طبعا انا ممكن اقفل alternative operator واجي هنا اقول له else بالشكل ده هاقول له incorrect واقفل على كده فلدي بتساوي ولدي بتساوي فهيديني incorrect لكن لو جيد هنا قلت دي ات مش هكده 200 او واحدة بس خلاص اعمل او فرش معلش الكهرباء قطعت وانا مسجل فتنقفل حد كده ممكن اقترس جديد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته